بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المتوسط الى الخليج نتابع معكم بالخرائط انتشار السفن غربية بكثافة في المنطقة بعد زيادة امريكا قواتها تحسبا لرد ايراني محتمل للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية رصد عربي بوست مواقع سفن حربية امريكية في منطقة الشرق الاوسط بعدما زادت واشنطن من تواجد قواتها في المنطقة اضافة الى رصد مواقع لسفن غربية اخرى وسط ترقب من اسرائيل وحلفائها لرد محتمل من ايران وحزب الله اللبناني على خلفية اغتيال الاحتلال للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقياد البارز بحزب الله فؤاد شكر القوات الامريكية المتواجدة في المنطقة تتضمن حاملات الطائرات ومدمرات وتتركز في مياه البحر الابيض المتوسط غرب الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مياه الخليج العربي الذي تطل عليه ايران وخليج عمان ورصدنا تقول عربي بوست مواقع تمركز القوات الامريكية بالاعتماد على مواقع لتتبع السفن وبيانات مفتوحة المصدر من مواقع لتتبع نشاط البحرية الامريكية اضافة الى ما اعلنه مسؤولون امريكيون عن وصول قوات جديدة الى منطقة الشرق الاوسط وبعضها ستحل محل قوات متواجدة حاليا في مياه المنطقة ويترافق هذا الحشد المتزايد للقوات الامريكية في المنطقة مع اعلان الادارة الامريكية ان واشنطن ستقف الى جانب اسرائيل في وجه الرد المحتمل وذلك على غرار ما فعلته القوات الامريكية عندما تصدت لهجوم ايراني على اسرائيل في ابريل نيسان في الفين اربعة وعشرين حاملة الطائرات ابراهام لونكيلن في الشرق الاوسط التحرك الابرز في حشد القوات الامريكية لمزيد من قواتها في المنطقة هو وصول حاملة الطائرات الامريكية ابرهام لونكيلن ومدمرات تابعة لها الى مياه الشرق الاوسط بحسب ما اعلنته وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون يوم الخميس الموافق 22 اغسطس اهب الجاري بذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الامريكية في المنطقة الى اثنتين لينوكيل وروزفيلت وترافق حاملة الطائرات لونكيل سفن حربية ومدمرات وطرادات وسفن اخرى صغيرة وهذه الحاملة تعد بمثابة قاعدة عسكرية عائمة القيادة العسكرية الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط اشارت الى ان حاملة الطائرات لونكيل مجهزة بطائرات من طراز F-35C ويرافقها اسطول المدمرات ديسرون 21 وجناح حامل الطائرات CVW9 وبحسب تصريحات المسؤولين الامريكيين فانهم المقرر ان تحل حاملة الطائرات لونكيل محل حاملة الطائرات روزفيلت وتتواجد الاخيرة في مياه خليج عمان في موقع يمكنها منه التصدي للصواريخ والمسيرات التي قد تطلق من ايران او من قبل الحوثيين في اليمن ضد اسرائيل كانت حاملة الطائرات لونكيل موجودة في جزيرة عوام غرب الولايات المتحدة وفقا لما ذكره المعهد البحري الامريكي وتحركت الحاملة نحو الشرق الاوسط بعدما اعلنت وزارة الدفاع الامريكية يوم 11 اغسطس 2024 ان وزير الدفاع لويد اوستن امر الحاملة بالتوجه نحو الشرق الاوسط ولا توجد اي مؤشرات او تصريح رسمي امريكي حتى يوم السبت 24 اغسطس اب 2024 يفيد بان حاملة الطائرات روزفيلت غادرت المنطقة على الرغم من وصول الحاملة لونكيلن الى الشرق الاوسط تمركز سفن حربية امريكية في مياه المتوسط تشهد مياه البحر الابيض المتوسط حاليا تواجدا كبيرا لسفن حربية امريكية وهذه المنطقة شهدت ايضا وصول مزيد من القوات الامريكية اليها خلال الايام القليلة الماضية اذ قال البنتاجون يوم 12 اغسطس ابي الجاري ان امريكا وجهت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية يو اس اس جورجيا الى الشرق الاوسط وتشير بيانات المعهد البحري الامريكي الى انه وفقا للأسطول السادس الامريكي تعمل الغواصة يو اس اس وتشير بيانات المعهد البحري الامريكي الى انه وفقا للأسطول السادس الامريكي تعمل الغواصة يو اس اس جورجيا في مياه البحر الابيض المتوسط وتحمل الغواصة 154 صاروخا من نوة ماهوك الذي هو من ابرز خصائصه امكانية اطلاقه من السفن والغواصات تبلغ دقته حوالي 5 امتار ويتم توجيهه عبر نظام الملاحة جي بي اس وقد يبلغ مداه 2400 كيلو متر ويمكنه السفر بسرعة 885 كيلو متر في الساعة ويتجاوز سعر الصاروخ الواحد من التوماهوك 570 مليون دولار تتواجد ايضا في شرق مياه البحر الابيض المتوسط وعلى مقربة من قبرص مجموعة السفن الحربية الامريكية التي تعرف باسم مجموعة واسب البرمائية وتتألف هذه المجموعة من ثلاث سفن وتضم ما لا يقل عن 4000 من مشات البحرية والبحارة وتعد منطقة المياه القريبة من قبرص نقطة تمركز رئيسية لمجموعة سفن واسب ويشير موقع معهد البحرية الامريكية الى ان سفن واسب هي يو اس اس واسب وتحمل هذه السفينة الحربية اغلب افراد مشات البحرية البالغ عددهم 2200 كما انها تحمل طائرات من طرازات مختلفة اضافة الى المروحيات بحسب الشبكة الامريكية وكانت سفينة يو اس اس واسب قد تواجدت في ميناء لماسول في قبرص بحسب ما اعلنه معهد البحرية الامريكية يوم التاسع عشر من اغسطس اب 2024 سفن حربية امريكية تحافظ على مواقعها عند جزر يونانية كان عربي بوست قد رصد يوم 7 اغسطس اب 2024 مواقع لاربع سفن حربية امريكية متواجدة عند جزر يونانية وبعضها لا تزال في مواقعها حتى تاريخ 24 اغسطس اب 2024 فيما ابحرت اخرى باتجاه غرب المتوسط تتواجد هذه السفن بالقرب من جزر كريت وخانيا في اليونان هذه السفن العسكرية الامريكية ومنها سفن انزال صغيرة وقد كانت جزءا من مهمة بناء الرصيف الامريكي في غزة وتتواجد هذه السفن عند جزر يونانية وتظهر بيانات تتبع تحركات السفينة انها ابحرت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية وقد وصلت قبالة سواحل اشدود الصهيونية هذه السفينة هي ايضا واحدة من السفن التي شاركت في مهمة انشاء رصيف قطاع غزة وتتواجد حاليا في جزيرة خانيا باليونان وقد اجرت هذه السفينة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية تحركات في المتوسط بما في ذلك قبالة سواحل تل ابيب ويبلغ حجم هذه السفينة نصف ملعب كرة قدم تقريبا وهي من السفن التي شاركت في مهمة بناء رصيف غزة وتتواجد حاليا قرب مالطة بينما سفينة اخرى لها تحركات محدودة من يوم الخامس من اغسطس ابي الجاري بالقرب من موقع تمركزها الحالي وهي سفينة لوجستية وتحمل معدات عسكرية مثل الدبابات وتتواجد السفينة حاليا قرب مضيق جبل طارق اما السفن الغربية الاخرى في مياه الشرق الاوسط رصد عربي بوست ايضا تواجد سفينة امريكية في مياه الخليج العربي وهذه السفينة تتمركز في البحرين وكذلك اظهر موقع تتبع السفن سفينة عسكرية بريطانية في مياه الخليج العربي بالقرب من الكويت وقبال السواحل لبنان تتواجد سفينة عسكرية يونانية كما تتواجد سفينة بريطانية ايضا وتتواجد هذه السفينة حاليا عند مدينة لماسول في قبرص ويظهر موقع حركة تتبع السفينة انها اجرت تحركات في مياه المتوسط بما في ذلك قبال السواحل حيفا تتزايد التوترات في الشرق الاوسط يأتي الحشد العسكري الامريكي اضافة الى وجود سفن اوروبية في مياه الشرق الاوسط وصلت تزايد التوتر في المنطقة لا سياما بعد ان اغتالت اسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد اسماعيل هنية الذي تم اغتياله في العاصمة الايرانية طهران يوم 31 يوليو تموز 2024 كما اغتالت اسرائيل يوم 30 يوليو 2024 القياد في حزب الله فؤاد شكر وهو مسؤول الشؤون الاستراتيجية للحزب واليد اليمنى لزعيم الحزب حسن نصر الله وبحسب تصريحات لايران وحزب الله فان الرد المحتمل ضد اسرائيل سيكون عنيفا والمحت طهران على لسان الممثلية الدائمة لايران لدى الامم المتحدة الى ان الرد على اغتيال هنية في طهران قد يكون برا وانه سيكون غير متوقع ومثيرا للندم بحسب تعبيرها وترى امريكا ان وصول حاملتي طائرات تابعة لها الى الشرق الاوسط بعث برسالة ردع قوية للغاية لايران بحسب ما قالته وزارة الدفاع الامريكية يوم الخميس 22 اغسطس ابي الجاري واعتبرت الوزارة ان حسابات ايران بشأن الرد على اسرائيل قد تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية الى المنطقة وفي حال جاء الرد من قبل ايران على اسرائيل باستخدام الصواريخ والمسيرات كما حدث في هجوم ابريل نيسان 2024 فانه من المرجح ان تشارك السفن الحربية الغربية وعلى رأسها الامريكية في التصدي لهذه الاسلحة في هجوم ابريل الماضي اعلنت القيادة العسكرية الامريكية الوسطى ان امريكا وبمساندة من مدمرات اوروبية دمرت اكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ باليستية على الاقل تم اطلاقها من ايران واليمن على اسرائيل كانت ايران قد اطلقت في هجوم ابريل 2024 نحو 300 طائرة وصاروخ على اسرائيل وكان ذلك اول هجوم تشن طهران مباشرة من اراضيها ضد اسرائيل ولدى وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون عدة خيارات تمكنها من التصدي للصواريخ مثل نظام باتريوت او نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة نظام تاد وبدعم اميركي تشن اسرائيل منذ السابع من اكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت ما لا يقل عن 133 الف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم اطفال ونساء وما يزيد على 10 الاف مفقود وسط ضمار هائل ومجاع قاتلة في الختام متابعين الاعزاء ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة